طيب لو اتفقنا كلنا انه لعبي المنتخب المغربي كلهم كانوا رجال وابطال في هذه البطولة بس لو قلت لك رتب لي افضل 3 لعبين في المنتخب المغربي في هذه البطولة من 1 ل 3 اختار رقم 1 بالنسبة لنا هو عز الدين اناح يعني انا خلنا اقول متيم بعز الدين اناح واللي قدمه في البطولة دي اصدق وصف وصفته صحيف التليجراف الانجليزية قالت لك وقلب وعقل منتخب المغربي هو لايب بيعمل كل حاجة في الملعب على المستوى الدفاعي موجود في كل لقطة بيغطي الناحية اللي مين بالكامل وبيساعد لعيب زي حكيم زياش اشرف حكيم ان هم يعملوا سلاسة دايما بيغطي الناحية دي وهو حلقة الوصل ما بين الدفاع وهجوم المغرب وصناعة الفرص فعز الدين اناحي رقم 1 بالنسبة لي سوفيان مرابط رقم 2 طبعا بعتبر هو افضل ارتكاز في كاس العالم النسخة الحالية لعيب ممتاز جدا جدا في الخروج بكرة تحت الضغط يتواجد في انصاف المساحة ما يخليش المنافس قادر يكسر ضغط دايما المنتخب المغربي فاختار سوفيان مرابط رقم 2 ورقم 3 ممكن نروح ليسين بونو كان حاسم في اوقات كتير جدا من مباراة مهمة وكان سبب كبير من اسباب وصول المغرب لنص النهاية وانهم ما يحققوا المركز الرابع في كاس العالم فدول السلاسة الافضل